أهلا بكم من جديد مشاهدين في ثالث محطاتنا لهذا الصباح تنتشر فكرة المطعم المتنقل الذي يعتبر مشروعا مربحا وصغيرا وتكاليف بسيطة مقارنة بالمشاريع التي تحتاج إلى محل وتجهيزات كبيرة وما يميز المطعم المتنقل هو القدرة على تنقل إلى أماكن متنوعة وليس فقط في مكان واحد ومحدد في هذه المحطة قبل عدة أيام تشرع مواقع التواصل الاجتماعي صور حول مبادرة أو فكرة الهوت دوغ فان هو باس متنقل لعمل الهوت دوغ نتعرف عليه وعلى فكرته والهدف منه وين رح يكون متواجد مع عيسى الحج يسين أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحكم صباحكم ويسعد صباحكم وصباح المشاهدين يعني خلينا عيسى نتعرف عليك في البداية عيسى حج يسين خمسة وعشرين سنة يعني مهندس مدني ضايل شوية للجامعة إشي بسيط بالتوفيق لك عيسى خلينا حكي كيف أجلتك فكرة هذا الباس أو المطعم المتنقل الفكرة إنه بدك تكوني في إشي متميز في البلد وإشي يضيف جمالي للبلد إنه بما إنه ما فيه عربات متنقلة وما فيه أشيء بس إحنا ملتزمين في المطاعم والناس رايحة بسمة وجهة كل شوية بتروع على مطعم تفتح مطعم كذا كانت الفكرة إنه إشي تميز بإشي كتير غريب بسيارة غريبة بفكرة جديدة في البلد بلشنا فيها كهوتدوغ طب هلأ خلينا نحكي يعني عيسى أول بلشرك الفكرة أيمتبل أجتك يعني قبل قدير بنهاية 2015 بلشنا نشتغل عليها بال2016 يعني قعدت فترة لا تجهز وضع شوية البلد هون هي سيارة أول إشي قديمة شوية لا صلحتها ودهدتها كان هذا كله ياخد إجراءات طبعا كنت أنشغل عنها شوية فترة جامعة فترة شغل فترة بالزبط فعبل ما وصلت لهيك وقررت شو لازم تكون يعني أولها فكرنا في موضوع إنه يكون زمن بيكون أنا كنت بشتغل في زمن ففكرنا في إنه يكون إشي أقريب من الزمن وقهوة وكذا بعدين صرنا نفكر في إشي لا تمييز أكتر بما إنه أنا بشتغل في زمن كنت ومن أول ما فتح وتعلمت في المطاعم وفي هاي الشغلات صرت أفكر في إشي أنا وصحبة زمن اللي هي بتكون مرت خالي إشي غريب شوية بما إنه زمن كانت كوفي شوب غريب شوية ومن عشر سنين هو كانت السنة العاشرة إليه هاي السنة فكرنا برضو بفكرة تمييز جديدة غريبة اللي هي عربة متنقلة مع الفترات كنت بفترة معينة لفترة قريبة كتير شريك في مطعم هوتدوغ معروف كتير في رمالله وفي البلد فطلعت الفكرة إنه العربات المتنقلة ببلدان العالم و بالدول الأجنبية بره إنها الهوتدوغ بالشوارع بتكون وبالعربات فبلشنا على موضوع الهوتدوغ طب ليه خطرت الهوتدوغ يعني مش أي مثلا شاورمة بجزل إنه أنتو تعلمت هاي الشغلة في تسبتها مية بالمية المطعم اللي أنا كنت كأحد واحد من أصحابه وغير هيك إنه كان الهوتدوغ الناس بتحبه ومطلوب كتير للناس يعني غريبة محبوب محبوب في صور هلأ بس برجونا إياها وشوش شكل الفان أنا حبيت صراحة شكل الفان يعني هاي كلافت ملفت للنظر حتى اللون يعني والديزاين اللي عليه كتير حلو خلينا نحكي عن الهدف من هذا المشروع هل هو فقط أو خلينا نحكي جزء منه أكيد هدف ربحي يعني أنك تربح من هذا المشروع ما هي الأهداف اللي ممكن كمان تكون ورها المشروع الأهداف إنه نخلق فرص عمل يعني فرص العمل عندنا كتير قليلة وأغلب الناس هي خريجة هاي الهوتدوغ فان هاي الهوتدوغ فان هاي الهوتدوغ فان هاي الهوتدوغ تقريباً بزبط هي قريبة من ألوان الهوتدوغ والديزاين تقريباً يعني الأشكال والرسمات اشتغلنا عليها بشكل كتير منيح مع ذاستوديو اللي هم مشاهدي ودينا أحسن حط تقريباً في البلد حالياً أها والفتحة الفتحة 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 هاي الفتحة على أساس الواحد يعرف يوقف جوا السيارة أه عشان هاي متدرعش بزبط لأنه لما توقفي فيها عادي وهي مسكرة تكون يمطم لرأسك ومش عارفة ففتحناها ارتفاع مناسب يكون واقف الشخص البني آدم ويعرف يشتغل فيها منيح طبعاً وعملنا الشمسية والهاي عساس بالشطة يقدر الواحد يوقف في الشتة تحتها ويقدر ياخد السندوش كيف الأسعار عيسى؟ الأسعار مش كتير عالية لأنه إحنا ما عنا تكليف أجار ما عنا خلوات ما عنا أوكي عنا تلخيص وعنا يعني مقبالغ وعنا طبعاً وهي كانت كمان عنا إشيء اللي هي فرصة العمل يعني إحنا ما رح نكون بس واحد فيه رح نكون ثلاثة الثلاثة هدول بقدروا ياخدوا معاش مناسب بوضعنا الحالي أنه يكون قادر يفتح بيت أو المعاش المناسب لأي شاب فلسطيني أنه بيشتغل في مطعم فيه لأي مبادرة أو لأي فكرة مشروع صغير بتمر في مراحل أو تمر في صعبات معينة أنه بعد ما تبلش فيه ممكن تقول لي ليش فتحته أو ليش مفكر ليش دخلت في هذا المجال ممكن شو دي حكو الناس عني هل ممكن أنه فيه مغامرة أنه أنا أي مشروع بده مغامرة ممكن ينجح ممكن يفشل إنت شو الصعوبات من 2015 خلينا نحكي اليوم إحنا في 2019 شيني أربع سنين ما هي الصعوبات اللي مريت فيها لتقدر تنجز الهوت دوك بان؟ هي الفكرة غريبة شوي والسيارة كانت شوية أكتر غرابة اللي أجزل في الموضوع والمغامرة كانت فيها أنه بما أنها سيارة غريبة بدها شوية قطاع مش موجودة عنا في البلد هلأ المغامرة اللي صارت في معنا أو الصعوبات الوقت يعني أنا ما كنت متفضي لها بشكل كتير كبير والموضوع الثاني أنه إحنا ما عندنا هذا الأشي لسه في البلد ما منشوفه في هاي البلد فكل شيء أول مرة بينعمل بياخد وقت كتير وصعوبات كتير كبيرة بالنسبة لموضوع السلبي يعني الإحباط من الناس وإنه أنا أول مرة بدي أعمل شيء زي هيك وليش تسويها وعربة ومن هذا الحكي لأ أنا شوية متفائل يعني بضلني ورا الأشي لأوصل أكيد خلينا نحكي كيف كان دعم الأصدقاء من حواليك وأقاربك أهلك كيف كان الدعم؟ ببداية الفكرة كان إنه يعني شوية غريب إنه شوية بتسوي بعدين صاروا شجعوا كتير على الموضوع لما شافوا يعني بمراحل السيارة مكانت تنشغل يشوفوا إنه هي لسه مش جاهزة أنا بطلع عليها شايف هدا هدوكفان اللي أنتو شايفينها هلأ هم شايفينها مثلا لسه مش بالألوان هاي مش كزا فإنه كتير الإشو صعب ويشوفوه بشكل بعيد شوية لما شافوا السيارة عم تجهز شوية شوية كانوا عايشين مراحلة مراحلة فيها بس أنا شايفها بالفاينال المنظر الأخير هم لأ عم بشوفوا الإضافات شوية 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 وعم يقسوا من الموضوع إنه يعني لسه هو بالمراحل اللي كتير صعب لتصير هيك والحمد الله بالآخر شافووها والإقبال كان عليها من كل الناس من الإصحاب ومن العيلة بشكل كتير مني أكيد وانت تحكي هلا انت قلت تخصصك هو مهندس وكمان شوية رح تحصل على شهادة الهندسة بداش بتلاقي انه يعني انت بلشت في الشغل قبل ان انت تتخرج وتطلع مهندس فكيف هذا الموضوع انت عم بتوازيه يعني انه هل بعد انت تتخرج رح تترك لهو الدوغفان او رح يكون مشروعين بنفس الوقت لا طبعا انا ليش اجلت الهندسة لازم يكون دائما ان الواحد شغل ودراسة يعني اغلب المواطنين والشعب والشباب والصبايا انه هون بيشتغلوا بيدرسوا فانا فكرت في طريقة انه اشتغلوا ادرس بنفس الوقت بعد ما اخلص من الجامع اكيد رح يكون يعني شغلي التاني مربوط الهو الدوغفان مع شغلي الهندسة المدنية رح يكونوا معبو عبي بس حلو انه انت كيف فكرت بانه تبلش بعالم السوق العمل وهي الامور قبل ما انك تتخرج في كتين ناس بيستنوا لا يتخرجوا بعدين بفكروا انه وين نشتغل ومرات ما بيشتغلوش انا خفت من عندنا البطالة بشكل كتير في البلد هاي والكل عم بيحكي في موضوع البطالة والكل بيتخرج ما بيلاقي شغال منم بيقدلو سنة سنتين في البيت عابل ما يقدم السيفي لشركات ولكزا عابل ما يقبلوه اغلب كمان شركات يعي ما بياخدو خرج جديد حدا ما عنده خبرة خبرة شوي واذا بدك توصل الى خبرة احنا منعرف لازم نروع على محلات ونروع على الشركة اللي احنا نوين نشتغل فيها والبزنس تبعنا تكون عمري خمس وخمسين سنة دعونا نحكي طب الفان هاي عيسى وين طموحك انك توصل فيها؟ هل بتفكر انه تعمل كمان فان وكمان فان وكمان فان ان شاء الله طبعا مجرد من جهة تفتح محل طبعا لا لا هي الفكرة يعني انا كنت شريك في محل فان رحت على الفكرة الغريبة انه فان لا وبيدي اتوجه لفان اكتر من فان لانه تكليفها بمقارنة بمطاعن وبالبلد كتير ارخص انه تسوي فان وبتقدر يتوفري فرص عمل بشكل كتير مني يعني انت بتقدر يتوفري فرص عمل لشخصين غير انا كشغل فتلاتة بفان واحدة وكمان فان وكمان فان هيك منقلل من فرص العمل منقلل من نسبة البطالة ومنزيد من فرص العمل اللي تكون موجودة بالسوق الفلسطيني وكنتو حطين بوست على الفيسبوك انه رح يكون في فعاليات حتى الهدوغم مش بس انه سنوش وامش ايش هي الفعاليات يعني مثلا من الشغلات من لما نزلت على السوشال ميديا رنت علينا مدرسة كتير معروفة في رمالله من احسن مدارس عندهم بروم بروم التخريجي بيحكونا انه انتو بتقدروا تكونوا واننا بالإفنت هذا الأسبوع الجاي هي هاي الفكرة نكون بإفنت جديدة وين الناس موجودة وين التجمعات وين المنتزهات المناسبات كل هاي الأشكاء والشكلات خلينا نحكي عيسى كمان زي ما حكيت ديالا انت كمان مهندس فكيف حاولت تستفيد من تخصصك اللي هو الهندسة بديزاين الفان وشكله وكل هاي الأشكاء هلأ شوية يعني ديزاين الفان خلينا نكون أكتر بشوفتها على السوشال ميديا بالفيسبوك بالإنترنت فكرت كيف انه بدها تكون يعني بما اني مهندس بدي أشوف كيف بقدر أساعد انه أكون واقف أكون أعرف أتحرك جوه المساحات بالضبط هاي كل هالمواضيع فكرت فيها بطريقة كتير منيحة يعني عمستوى انه لما بدك ترفع السائف تبع السيارة بدك اشي يمسكوا على اساس ما بالضبط على راسي حطينا جكات حطينا غير الجكات كمان حماية تمسك السيارة فكرنا بالتسكيرة بالشتاء لما نكون وقفين بفصل الشتاء اللي هو إحنا هلا فيه كيف نكون مسكرين وما يجعلنا المطر وما يجعل زبايا المطر فهذا كله كان فكرتي بطريقة وساعدني في تخصصي وطبعا الناس في كتير ناس اللي هي تفهم أكتر منها بتطبع عرض الواقع هي كانت برضو بسعدها أين ستكونوا متواجدين هلأ انتم طبعا موجودين حاليا في رمالة لا تفرعتوش أكتر أين ستكونوا موجودين في رمالة خلينا نحكي أباكن التجمعات أين ستكونوا؟ نحن نكون موجودين عند العمال لأن أسعارنا بسيطة تناسب تناسب جميع الشعب الفلسطيني عند الوزرات عند المؤسسات عند الشركات عند البنوك فأكتر إشي عنا في رمالة موجود هذا الحكي المؤسسات والبنوك فيه المصيون فإحنا مفكرين بفترة الصباح نكون في المصيون جمعات بفترة الصباح كمان الجمعات المدارس يعني بفترات معينة كل فترة إلها وقتها معين يعني وقت الفطور عند الجمعات والمؤسسات عند الجمعات والمؤسسات بفترة المساء بطيرة لأن الشباب أغلبها بتتجمع بطيرة عنا في رمالة طب عيسى خلينا هل تفكر أنك تحدد أيام بالأسبوع أنه تحكي مثلا بهذا اليوم خلص تعود الناس أنه بمثلا يوم التنين بكون الصبح هون والمساء هون مثلا وتعودوا من كل يوم تنين بهذا المكان والثلاثة بيوم مكان تاني مئة بالمئة هذا الأشي كتير نفكر فيه على أساس أنه الناس تعرف وين إحنا موجودين بهذا اليوم وتيجى علينا ما يتغلبوا لا يوصلونا خلص يعرفوا أنه إحنا وين موجودين الأشي اللي ساعدنا كمان يعرفوا الناس وين إحنا موجودين سنابتشات الفيسبوك إحنا عملنا شيء اسمه كيو أر على الفيسبوك الكيو أر هذا بس نعمل تشيك إن على الفيسبوك بتدخلي على التشيك إن تبعنا بتلاقي على الماب إحنا وين وقفين طريقة كتير سهلة بالسيارة وإنتي ماسك تليفونك طبعا صار في عنا ثريجي هلأ بتعرف إحنا وين وقفين وإحنا كمان بنفس الوقت رح نصور على سنابتشات المكان اللي إحنا وقفين فيه عساس الناس تندل لنا طبعا رقم التليفون رح يرنه علينا نسعدهم بالزبط هلأ ممكن في ناس مثلا مش رح يقدر يوصلوه مخصصا بيكونوا بشتولوا في المؤسسات جوه هل ممكن يسووا ديليفري كمان أكيد طبعا بأنه متنقتل لا هلأ ديليفري إنه إحنا نروح يعني نوصل الساندويش بالسيارة نفسها هاي شوي صعبة ويتقلل كل شوي بدي أرح من آخر البلد للمصيون بالآخر بتبيعش بالآخر ما بتبيعش ما بتوصلي للفكرة اللي بدكيها طبعا إحنا هلأ في البلد فيه شركات كثير بتسوي ديليفري وعربات اللي هي المطورات الصغيرة اتفقنا معها وحتى الناس عم ترن علينا إنه إذا بدكم إحنا منكون جاهزين معكم بأي وقت نوصل ديليفري طبعا إحنا أنا اتفقت مع كثير شركات على أساس إنه نوصل ديليفري الديليفري لأنه أهم لأنه تكونوا عادين بالستوديو تكونوا عادين بالشغل يوصلكم الساندوش هدا أهم إشي إحنا بالنسبة لي ممكن تنشر الفكرة أكتر بالنسبة لي ممكن يعني أوكي ممكن ممكن تبلشوا في الهدوك بس ممكن تطوروه شوي ممكن نضيفوا شغلات معينة هلا رح نسأل الناس رح نسأل يعني نشوف شو حبي الشارع شو حابب إنه حابب بس هدوك حابب نزيتي عليه كمان إشي ساندوش تاني ساندوش معين هدا رح ناخده من قراء الناس إذا إحنا حاببين نكون متخصصين بإشي واحد والأفضل إنه نكون دائما متخصصين بساندوش واحد والأفضل لأنه إنت بتحكي حكايت رح تكون في فترة الصباح فان فيش حاذا بأكل الصباح حدوك أنا بأكل حدوك يعني مش إنه خلا نحكي بعض الناس ما بأكل فممكن يأكلوا إشياء ساندوشات خفيفة لبنة اللي هو ها نحكي هاي التوجهات الإشياء الخفيفة هلا الإشياء الخفيفة يعني بدنا نشوف إذا كان الشارع طلبها راح نكون راح نحطها الساندوشات الخفيفة هاي اللي بسهولة بنقد اللبنة والجبنة والحبش والهاي الشغلات كلها إن شاء الله إذا الناس حابة إنه تكون أكيد بس أنت بتحكي لي إنه الناس ما بتاكل هدوك ممكن أنا حكي لأكي اه ممكن كخبرتي يعني كشريك في أحد مطاعم الهدو قلي فرام الله لأ في ناس كتير تفتر هدوك شورمة لحمة بيرجر بالصبح بشكل مش طبيعي أنا تفاجأت أنا أكبر دليل على هذا الاشياء أنا ما عني مشكلة مفتر هدوك وأنا كمان صباح ما عندي مشكلة خلينا نحكي عيسى كمان يعني برأيك شو ممكن أنت حاطت في بالك ممكن تكون تحديات بالنسبة لك أول ما تبلش يعني هلا أنت حددت اليوم راح تبلش فيه ولا لسه لا اليوم لسه مش راح أبلش فيه بس أن الطقس يكون متحسن شوي على أساس الناس تكون طالع من البيوت ومش بردانة وإنة في البيت يكونوا خلينا نحكي بهاي الحالة كيف تحاول أنك تروج للفكرة قبل أن تبلش فيها أداش مهم أن الواحد يروج مش يجي ينزل مرة واحدة وناس لا يعرف عنه كيف مهم أن الواحد يتواصل مع الناس على السوشال ميديا على الإذاعات على التلفزيونات حتى يروج للفكرة قبل أن تبلش هذه كانت من أولوياتي صراحة أولوياتي كيف أبلش بالفان والناس تعرف عنها كل شيء بس بنفس الوقت خوايف أبلش بالسوشال ميديا بشكل كبير يصير ضغط لا أقدر أعطي السيرفيس المناسبة للناس من الضغط اللي يصير علينا إذا كان في عنا سوشيال ميديا كثير منيحة والفكرة غريبة وصلت لناس بشكل كبير في عليها طلب يعني أنا بس عملت من يومين تست فالناس كانت بشكل مش طبيعي ووقف عنا ومتجمع حولينا وجاء يتجرب وبترين علينا تليفونات وين أنتوا وشافوا الفان ماشية بالشارع صاروا يلحقوها السيرات ويسألونا أنتوا وين رايحين وصفوا محل ما إحنا صفينه هلا السوشيال ميديا كثير مهمة عم نشتغل عليها بشكل طريقة يعني في إلها خطة مدروسة وصراحة أكتر حدا بالسوشيال ميديا كانت عرين هي اللي صورت الفان اللي انتم شفتوها هاي وبعد ما عرين صورتها بدون ما نشتغل على السوشيال ميديا عرين مشهت نعم الحمد لله يعني عرين كل الفضل إلها الناس اللي وصلتها الفكرة بهاليومين هذوي لأنه أكتر من حدا أنتم بشكركم أنكم استضفتونا نحن نحب دعم دائما الشباب يعني وأنا أشكر أنه في ناس هيك يعني أنتم راديو أجيال من شوية كنت عندهم مبارح تلفزيون فلسطين والناس عم تحكي يعني الكل عم يدعمنا و عم بحكي معنا بهذا الموضوع يعني أتمنى أنه أي حدا عنده فكرة شبابية زي هيك تكون الإقبال عليها من الناس زي هيك يعني إن شاء الله يعني رسالتك الأخيرة عيسى رسالتي الأخيرة أنه الكل يشتغل عفكار جديدة في البلد بتوفر فرص عمل ما بتوجه الناس والشباب أنهم يشتغلوا بالمستوطنات ويبنوا المستوطنات اليهود بإيدينا إحنا لأنه ما عنا فرص عملي كبيرة يتوجهوا بأفكار غريبة وجديدة تلفت انتباه الناس ما يستنوا الشغل يجيهم ما يستنوا الشغل يجيهم وما ييقسوا لأنه ما يسمعوا من الناس اللي حوليهم ممكن الناس اللي حوليهم بكلمة صغيرة يحبطوهم يحبطوهم لا يظلوا ماشيين وين هما بدهم على هدفهم لا يوصلوا للإشي اللي بدهم نشكرك عيسى الحاج ياسين على هذا الموادر أكيد رح نكون معكم في كل التطوير وأنا بشكركم كثير على الاستضافة الحلوة ويسعد صباحكم وصباح المشاهدين ننتقل مشاهدينا للفاصل بعد رح نكون بعفقرة لوجين ابقوا معكم